كبدت قوات العمالقة ميليشيات الحوثية الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح بمحافظة الحديدة وذكر مصدر عسكري أن اشتباكات عنيفة دلعت إثر محاولة الميليشيات التسلل والهجوم على مواقع القوات شرق مدينة الدريهم جنوب الحديدة وأكد المصدر أن قوات العمالقة صدت الهجوم وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وأضف المصدر أن العشرات من الميليشيات الحوثية سقطوا بين قتل وجرحة علاوة على تدمير أسلحة من عتادهم بينها مدفع 23 خلال التصدي محاولة التسلل والهجوم